ما حكم عيادة المريض المسلم ما حكم عيادة المريض المسلم مستحبة من السنة أن يعود المسلم وأخاه المريض باتفاق المذايب الفقهات الأربعة واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العاطس وفي رواية البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني فك العاني يعني الأسير أطلقوا الصراحة الأسير ابذلوا المال لفك أسره وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مردت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فعيادة المريض من السنة وهذا أمر مستحب ولو علم المسلم فضل وأجر عيادته لأخيه المريض والله ما قصر في عيادته ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو مولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا عاد أي ذهب لعيادته أي لزيارته من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها يعني ما دام جالسا عند المريض فهو يجني من ثمار الجنة كأنه في روضة من رياض الجنة مدة مكثه عند المريض بشرط أن لا يشق عليه كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة أي في جني ثمارها أي في تحقيق هذا الأجر العظيم قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الطويل الجليل الجميل يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعد فيقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول جل جلاله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده انظروا إلى المعية انظروا في أي معية يعيش المريض في معية الله أما علمت بأنك لو عدته أي زرته لوجدتني عنده